هذا مقتبس الحكم اللي صدر بحق الضباط اللي كانوا مسؤولين على السفارة السويدية وما قمعوا المتظاهرين الناصرين للقرآن والإسلام بسبب حرق المدعو سلوان للقرآن وحمايته من قبل الشرطة السويدية كان هناك موقف لنصرة القرآن الكريم من أخوان مسلمين أغلبهم لبوا نداء السيد مقتدى الصدر وغلبهم من التيار الصدري فكان للأخوة الضباط المحكوم عليهم الآن ثلاث سنوات وطرد من الخدمة من رتبة لواء نزولاً تسلسلاً عميد عقيد نقيب إلى ملازم تم الحكم عليهم ثلاث سنين وكم شهر وطرد من الخدمة العسكرية بالمقابل السبب أن هناك نقطة واضحة للنقف عدها جميعاً تتخيلون أن الشرطة السويدية قرب السفارة العراقية لشخص يحرق القرآن والعلم العراقي ويدوس بالأرجل توفر للحماية وإحنا بالمقابل هذول الناس الضباط وفروا حماية لإخوانهم وأبنائهم وحقنوا الدماء هذا ما صيرهم يصعدون محكمة خلال الأيام ويحكمون ثلاث سنين وطرد من الخدمة العسكرية ضباط مودة مجهولة ضباط حقيقيين يعرفون شون يحافظون على رباطة جائشهم ويحافظون على أرواح ودماء أهلهم خليفة الله في الأرض هو الإنسان الآن إذا قتلتها أنت خلص نفيتها إذا ضربتها ممكن تسبب له عوق دائم يمكن تسبب له حالة نفسية إذا ما تم ضربه بالمي الحار وبالدونكيات بس إحنا هذا الموضوع مو يم ولا قاربين عليه عقوب باتشري اليوم العالمي للديمقراطية وإحنا تصدر عندنا مثل هذه الوثاق وهذه الأحكام محكمة الثورة تعاد من جديد سيئة الصيد بالحكومة التي ذكرها الآن السيد مقتدقا بالقليل في رد على هذا بيان أهالي هؤلاء الضباط الشرفاء لأنهم حقنوا دماؤهم سؤالة وجهة الآن إلى الحكومة وحتى إلى الحاكم اللي أصدر هذا القرار ولكل مفصل من مفاصل الدولة مسؤول على أمن العراقيين بالدفاع وبالداخلية من ومنكم رجل فعلا ويكون عد كلامه ويطلع يقمع مظاهر التيار الصدري حتى لو كانوا عشر نفرات زيان تار الصدري مقابلها طبوا للبرلمان شو ما ذبيتوا الموجودين عن حماية البرلمان همين ذبيتهم وثلاثة سنوطرد من الخدمة العسكرية تار الصدري مو سوا واعتصام باب البرلمان زيان جماعتكم مربو السفارة الأمريكية وطلعوا على رئيس وزارة السابق ردي قصوا نذانا وحاطين الصور بالقاء شو أيضا الضباط ما حد تقرب لهم هذول لأن نصرة للقرآن فأكبر دليل الرد اللي جاء على لسان السيد مختدى أن هم هذول الحكومة العباسية وهذول اللي هم بعيدين لا لديهم صحبة مع القرآن ولا مع الإسلام أعلن البراءة التامة من الحكومة يعني أنتوا الآن هاي الحكومة بالضبط مثل واحد واحد ما يحشو يا واحد ويتحارش به ويدوس عليه في سبيل أن يريد فقط يحشي وما حشي لكن الجواب يحمل في طياته الكثير أمنياتنا أن يكون تدخل الآن السؤال منه اللي راح يقرر مصير هذول الضباط اللي أيلهم تعبوا عليهم وهم خرجين كلها عسكرية ويحملون رتب من رتبة لواء إلى ملازم من اللي راح يقرر مصيرهم من اللي راح يطعم بالحكم وإحنا أيضا نخلينا هذا الموضوع يوم أول أمس على طاولة النقاش عند سماحة السيد مقتدى الصدر وجاءها الرد هذا اليوم وبانتظار رد آخر لأخذ حق وحقوق هؤلاء الأبطال الشرفاء المدافعين عن أخوانهم وأبنائهم اللي حقنوا دماء أخوانهم ما خلهوا صير دماء مثل ما صارت في تشرين سيئة الصيد ترجمة نانسي قنقر